في البداية سيد الكريم هل صحيح أن القصيدة عند الشاعر حياته وخليل نقول روحه المتشضية معه القصيدة عند الشاعر ذاته بدرجة أولى قبل أن تكون حياته القصيدة عند الشاعر هي نهر أو وادو تواصله مع العالم ومع ذاته ومع الآخر لو في البداية أنت حدت عن بداياتك كيف ربما اكتشفت ربما أنك شاعر أو بالأحرى متى كتبت أول بص ولمن كتبته أنت تعود بي بعيدا إلى العميق أعتقد إذا لم تخلني الذاكرة أول نص كان منتصف سبعينيات القرن الماضي كنت طالب في المتوسط كانت فيه مناسبة تحريع تأميم المحروقات أطلب منها الأساتداء طالبوا منها كتابة نصوص وأنا كتبت لأقول قصيدة ما يشبه القصيدة عن ذاك من هنا كانت الانطلاقتي مع المعشف وبخصوص رص هذا القصيدة على ماذا كنت تحدث؟ حول تأميم المحروقات حول تأميم المحروقات طبعا فترة طويلة وسنوات من كتابة الشاعر سيد ميكا دائما مع كل ديوان ربما تولد حالة جديدة في دووينك أحكينا على الدووين التي كتبتها طبعا مجموعة الدووين التي كتبتها الحد الآن ديوان قصيد خزافية صدرها في تسعينيات القرن الماضي غزلوا شباب ونصوص غزلية ونصوص ثورية ونصوص حول جرح الوطن العربي وجرح أمه العربية فلسطين ثم لم تتح لي فرصة النشر بعدها إلى غاية 2007 بمناسبة تعاصمة الثقافة العربية 2007-2008 صدرت لي ثلاث مجموعات شعرية أيتها الحمقاء خيانة التراب ومراي الشفاه بعدها 2013-2014 صدر لي هذا العمل الذي هو معي الآن صار لشيء يدهشني صدر أيضا عمل آخر عنوانه أحبك والنصف ومنذ شهرين صدر لي في إطار منشورات بيت الشهر الجزائري مجموعة شعرية جديدة بعنوان ستمطر هذا المساء وبإمكانك سيد ميكاري أن تخترى ربما نص مكتبته طبعا عن الجزائر إذا كان فيها إمكانية المجموعة الشعرية التي فيها النصوص الوطنية غير متوفرة غير متوفرة والذاكرة لم تأتسع فينا على كل نساء أكيد إن شاء الله في مواعيد خبارية لاحقة إن شاء الله طبعا نسمعوك ونسمعو طبعا ما كتبته عن الجزائر بالتحديد هل صحيح أن القصائد ربما الشاعر دائما ربما يتلقى هذا السؤال هل قصائد اللي يكتبها الشاعر دائما من وحي الخيال أم ربما من هي واقع ربما عاشه ذلك الشاعر لنتفق أولا أن الشاعر ينطلق من ذاته للكتابة يعني عاش ربما ينطلق طبعا شيء أوجعه شيء أفرحه شيء آلمه شيء أعجبه فالانطلاق تكون من الذات من تجربة ذاتية من تجربة الشخصية ويقيسها على الآخر لأن الشاعر ما هو دور الشاعر في الحياة الشاعر يقول العالم بلغة غير التي يعرفها الآخرون الشاعر يقول العالم بلغة أخرى يقول الأشياء بلغة أخرى يكشف العالم بطريقة أخرى أو بلغة أخرى للآخرين هذا دور الشاعر أنه يجعل العالم ربما أجمل يجعل الحياة أجمل ويجعل الحياة أحلى الشاعر يصنع الفرح من اللاشيء الشاعر يصنع الفرح من الألم الشاعر يحاول أن يزين الحياة للآخرين هل أضاف الشعر شيئا لميكاريا هل غير حياتك الشعر أكيد الشعر يغير الحياة كيف لأنه الشعر يجعلك تنتبه لما يؤلم وانتباهك لما يؤلم يؤثر فالشعر يحمل دائما ألما أو يشتر ألما حتى في ساعات الفرح وفي لحظات الفرح الألم الذي عاشه الشعر أو الذي رأاه الشعر أو الذي اكتشفه الشعر في العالم الآخر حتى في فرحه يكون متألما يعني الشعر يقول بالدرجة الأولى ألم الآخرين قبل أن يقول أفرحهم الفرح بإمكان أي واحد أن يكتشف الفرح في الذات في الناس في العالم لكن الألم لا ننتبه له كثيرا فالشعر أو الشعر دوره أن يجعل هذا الألم خفف يجعل هذا الألم مقبول يجعل هذا الألم جزء من حياتك جزء من يقودك إلى فرح القادم وكأن الشعر يبشرك رغم الفرح ورغم الألم ورغم اليأس الشعر يبشرك بأنه كين أمل قادم في الزمان يعني في السابق كان الشعر ربما الوسيلة وسيلة استرزاق يعني الشعراء هل تشوف اليوم سيد ميكاريا ربما أن هذا الأمر يهين الشعر؟ استرزاق؟ نعم لا أعتقد أنه يهين الشعر لأنه كان ظروف حياة حتمت على الشعراء أنهم يسترزقون من شعرهم فالآن العالم تغير وحياة الناس وحياة الشعراء تغيرت فلم يعود الاسترزاق من الشعر مثلما كان في الزمن الغابر وماذا عن دور الشعر اليوم في المشاركة المجتمعية؟ أولا أن الشعر رافض مهم للحياة عموما الشعر رافض مهم للحياة عموما لعل الشعر وعندما نقول الشعر لا نقصد فقط النص المكتوب الأغنية شعر والموسيقى شعر والآن حتى الأجنس الأدبية الأخرى حتى الروايات صارت تشبه نوعا ما القصيدة أو تأخذ الكثير من وجوه أو من صفات القصيدة الآن لم يعد هناك جنس أدبي مستقل ونجد الشعر في كل مجالات نجده في الأوبرا في المصرح في الروايات في القصة في الموسيقى الآن الشعر دور الشعر بالنسبة للمجتمع دور الشعر بكل هذه التصنيفات أنه يجمل العالم للناس أنه يجعل الحياة أسهل يجعله يدفع الآخر ليتقبل حياته كما هي ويتثائل نعم سيد الكريم حبينا نسمع ربما كلماتك ربما أنت تختار ربما الأكثر طلبا عند جمهورك الكلمات اللي أنت ما زالك راضي عليها بالنسبة للرضا أنا لست راضي عن أي كلمات لكن في هذا الموقف سأعتمد على الذاكرة أقرأ نصا من الذاكرة أو جزءا من نص من الذاكرة أقرأ نص محطة السندباد الأخيرة طريقك طريقك يا راحلا موحل وأنت المغامر والأعزل جميع الدروب التي سرتها تقود إليك ولا توصل كأنك في البدء والمنتهى أخير البدايات والأول وحيد كرمانة في الخلا يحن لها الماء والمعول كدالية ضيعت ريشها وعاث بها المدمن الأخطل كأمنية لا حدود لها كنعناعة شايها حنظل وحيد ودربك لا ينتهي كأنه من دربه أطول وفي كل أرض تقول هنا أحط الرحالة التي أحمل تغازل حلمك راحلة تروم الرحيلة ولا تسأل وتمنح عمرك في لحظة جنون الحياة الذي تأمل ترافقها نصف قيلولة ونصف انتظار فلا تثمل وتدرك أنك في غيرها لأنت المدلل والأجمل تعود إلى البدء منتعلا طريقك تشدوه أو تغزل كلام جميل رائع جدا ربما كاي اللي ما اسمعش بليح وكاي اللي ما فهمش بليح ربما نحاول أنك ربما تعطينا ربما فكرة على هذا النص النص يحكي على أعتقده الإنسان الآن الإنسان المعاصر عموما ومجتمعنا الإنسان الآن وكأنه تائه يبحث عن نفسه الإنسان وكأنه الآن الإنسان معالم معالم الغد أو معالم الآتي غير واضحة تماما بالنسبة للإنسان الآن العالم فيه ضباب كثيف وفيه مشاكل غير واضحة الأمور غير واضحة للإنسان فالإنسان سائر في طريق غير واضح له هذا تقريبا ما تعالجه أو ما يعالجه نص جميل جدا نحن نتحدث عن واقع الشعراء الجزائريين هل تشوف أنه ربما الوزارة ربما يعني خلينا نقول مهتمة بالشعراء الجزائريين نوعية أي اهتمام تعني إذا كان اهتمام الحياتي اهتمام المجتمعي من جميع النواحي اهتمام أحيانا ب كيف نسميها يعني برطوشات هامشية بمقياج بتزويق خارجي يكون أحيانا الدولة تساهم أو الوزارة وزارة الثقافة تحاول أن تساهم لكن لا ننسى أنه الثقافة ليست الشعر فقط كائن مجالات أخرى وتتطلب وتستهلك أموال أكثر مما يستهلكه أو ما يتطلبه الشعر بهذا الإطار لمحاولة الوقوف وجلب الاهتمام أو جلب انتباه الوزارة جاء تأسيسنا لجمعية بيت الشعر الجزائري منذ حوالي خمس سنوات حد الآن هو متواجد في أربعين ولاية وفي كل ولاية المكتب الولائي يتعامل مع مديري الثقافة والحمد لله يعني الحد الأمور المشياء أنت يعني عضو مبثل عن مكتب الوطني أنا عضو مكتب الوطني نائب الأمين العام ورئيس مكتب ولاية تيسمسيل كين تجاوب إلى حد ما في بعض الولايات ناقص وكين تجاوب إلى حد بعيد في كثير من الولايات والوزيرة مشكورة نحن عدنا هذو يومين ملتقى وطني وانعقاد الجمعية العامة تحدثوا على هذة الاحتفالية يعني اليوم الوطني للشعر يعني وتيحت لكم الفرصة للمشاركة في هذة الاحتفالية وش تشمل لقاءات ربما شعرية ومداخلات بماذا شاركتم قيد الكريم في هذة الاحتفالية الاحتفالية تتضمن مداخلات نقدية وأكاديمية وتتضمن قراءات شعرية وتتضمن بعض التكريمات أو الاحتفاءات ببعض الأسماء الشعرية في إطار احتفال بالستينية الاستقلال واحتفالاً بالشعر الثورة مفدي زكريا لما نحتفي بمفدي زكريا أو نحتفي بمفدي زكريا نحن نحتفي بالشعر الجزائري لا نحتفي بمفدي زكريا كشخص مفدي زكريا هو رمز الشعرية أو رمز الشعر الجزائري الأصيل فاحتفالاً بمفدي زكريا هو احتفاء بالشعر الدولة الجزائرية أو وزارة الثقافة لما قررت أن الاحتفاء يكون مفدي زكريا هذا شرف للشعر هو احتفاء بالشعر الجزائري عموماً فكاين برنامج حق ثري مداخلات نقدية من دكاترة من كل الجامعات وقراءات شعرية تقريباً من حوالي 25 أو 26 وماذا تضمن الشق الأدبي من هذه التظاهرة؟ قراءات شعرية مداخلات ودراسات نقدية واحتفائية رسالتك ربما للجيل الصاعد من الشعراء يحكم تجربتك وحكم ربما الوقت الطويل اللي ربما بدعت فيه من خلال النصوص وروايات عديدة ومتعددة رسالة توجهها لهؤلاء طبعاً تفضل لا بالنسبة لرسالتي إذا كان تجربته المتواضعة تسمح لي أني نقدم نصيحة وأنه لا أنصحه كثيراً يعني أكتفي بي بالنسبة للشباب أعتقد أنه عليهم القراءة الذي لا يقرأ ولا يقرأ بنهم ليس فقط يقرأ يقرأ بنهم يعني يقرأ أي شيء يقرأ روايات يقرأ الشعر القديم ويحفظ الشعر القديم ويتمكن من وصول الشعر ومن العروض ومن البحور يعني يهضم الخليل جيداً ويهضم قوانين الخليل جيداً فنصيحتي للشباب أنهم يقرأون المطالعة هي في كل مجالة الحياة ليس فقط في الشعر المطالعة مهمة جداً القراءة مهمة جداً مهمة جداً هذا هو أهم شيء شكراً جزيلاً لك سيد عبدالقادر شكراً لكم شاعر كنت معنا خلال هذا الموعد شكراً لكم كل التوفيق ونلتقي في فرص أخرى بحولنا نلتقي إن شاء الله شكراً للمدل الشورق وشكراً لك شكراً جزيلاً لك وبهذا مشاهدين لك قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري شكراً لكم على طبيع المتابعة أبقوا معنا خبار غياظة بعد قليل شكراً لكم